احظى كده من الانكسار ومن الضعف بقول يا رب طبعا لا احيانا الناس احيانا فيه ناس بتبقى في غفلة كده وتقول خلاص طب روح للدكتور فلان طب يا ما استكلم مع احد يقول له لا ده الدكتور فلان ده ده متخصص في التخصص الدقيق بتاعه في المرض ده فيروح ويلجأ لطبيب واثنين وثلاثة على اختلاف التوجهات بتاع الناس كلها ولكن فيه اية انا بشوفها ان هي اية عظيمة جدا 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 في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهي بتشخص العلاقة اللي بيننا احنا وبين ربنا سبحانه وتعالى العلاقة التي بين فقر العباد وبين غنى رب العباد بين الذلة التي هي للعباد وبين العزة التي هي لله عز وجل بين الضعف وبين القوة ضعف من العباد والقوة من الله ربنا يقول ايه وان يمسسك الله بضر اي مصيبة اي ضائقة ايا كانت فلا كاشف له الا هو اي نازلة يا الله اذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله وبعدين ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فيدعي الدعاء يا اخي ما تبطلش دعاء يا سيد الحبيب ما تبطلش دعاء ادعي ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك الاجابة بس خلي عندنا يقين ايه في الاجابة ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة ومن جملة ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل الدعاء ما هو لازم فيه اسباب ايوه عشان ربنا يقبل الدعاء ايوه ما يفعش ان انا اكون ظالم حد ما يفعش ان انا اكون بدأ بقاطئة رحم يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ضرب المثل العظيم في الدعاء وحتى الانبياء يعني في قصة سيدنا نوح مثلا وربنا يحكي لنا مدى تجبر وظلم وقهر قوم سيدنا نوح لسيدنا نوح ومن امن بقى وبعدين سيدنا نوح يعمل ايه يدعو الله يا رب فدعا ربه اني مغلوب الله بس فانتصر شوفي بقى شوفي لما السماء بتتفتح هيا دي استجابة بعد استجابة وعطاء اكرب من عطاء اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيون فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودثر تجري باعيوننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا ايه فعطاءت ربنا سبحانه وتعالى عظيمة جدا طيب في حد بس بيشوفنا فيقول ايه طبعا ده يعني رسول ونبي مختار من عند ربنا فطبعا ربنا يستجيبي دعوته لكن انا الغلبان اعمل ايه علشان ربنا يستجيبي هل فيه اعمال معينة لو انا عملتها وانا بقى ايه ادم عادي اهو تيصر لنا